السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتبعاتي اليوم ان شاء الله سنقدم معكم بريوش بالدقيق الكامل اللي تقدروا انكم تخدموه ككوموند للناس اللي كيبغيوا الدقيق الكامل كيجي غزال زوين فش فش قطني من الداخل نتمنى ان الفيديو ليومينا الاعجاب ديالكو لا تنسوش تديروا اعجاب الفيديو بطبيعة الحال الى اعجبكم الفيديو وتبارتاجوا الفيديو باش هكا يشوفوا الاخوات كاملي ان شاء الله فانمرو كما العادة باش نتعرفو على المكونات وعلى الطريقة ديال التحضير بنسبة المكونات اخواتي هنا يكنحتاجوا للدقيق الكامل حوالي 400 جرام ديال الدقيق الكامل لانه مستحيل انكم تديروه بالدقيق الكامل ببحده ويجيكم قطني نهائيا فاجربتو بزافت المرات بالدقيق الكامل ببحده ما تيجيش قطني تيجي من الداخل بحالة مدقس دونك داروري من شوية ديال الفورس الى بغيتو البرو درت اول شي 440 جرام ديال الماء ضفت معاها 16 جرام ديال الخميرة حبوب درت معاها جوج معالق ديال السكر ونضيفوا واحد الكاس ديال الياغورت طبيعي كما كتشوفوا ونصف كاس ديال الزيت هنا من بدرنا هذه المكونات كاملين غادي نضيفوا ليهم الفورس وغادي نضيفوا الدقيق الكامل الناس اللي عندهم الفارينة تقدرو انكم تستعملوا الفارينة في بلاس الفورس وغادي نضيفوا الدقيق الكامل هذا اللي تنشريه هكا تكون كامل ومزيان بالنخالة دياله ومن بعد غادي نضيف البريوش ديالي كيت تاجن وغنضيف ليه الخاميرة وغادي نضيفوا ان شاء الله كيت تدلك مزيان من بعد ما كيت تدلك ونرجعوا هنا كما كتشوفوا معاك انا اخذوا واحد الايناء من بعد ما تدلك لنا البريوش ديالنا ايناء وتندهنوه بشوية ديال الزيت كيم مشتول خالط مدرناش فيه نهائيا لا بيض مدرناش فيه البيض ومدرناش فيه الحليب هنا غادي ناخذوا ذاك العجينة ديالنا بعد ما تدلكات من الزيان وكن اكد عليكم ان البريوش لا بغيتوا ينجح خاصوا يجي مدلوكم مزيان اخواتي لا بغيتوا يجيكم بحل بونج بحل بونج طالع هابط يجيكم غزال فضروري مدليك هنا من بعد ما وضعتو غادي نخليه في هاد المرحلة خاصوا نخليه حتى كيتبو مبالية كيتضاعف الحجم دياله مزيان يعني كيقدر يتضاعف حتى الثلاثة ديال المرات يتضاعف ليه مزيان عاد باش ان شاء الله نرجعو باش نكملو هنا غادي نحضروا واحد لاسوس اللي غادي نزينو بعاد البريوش بالحليب كنستعملو جوش كيسين ديال الما جوش حامضة مع سورين وكأس الا ربع ديال السكر كأس ديال الياغورد طبيعي كيمشتو هاد الكريمة هادي الكريمة غادي نحضروها بالحليب هادي الكريمة اللي تتكون اقتصادية تنخدمو بها هكا يلاك بغينا نديرو بحال كريم باتيسية ولا شي حاجا كنخدمو بها الطريقة هادي فكننضيفوا واحد للكيس ديال الفاني كنديرو شوية ديال الملحة كنخلطوا المكوينت ديالنا بزيان هنا مباد ما كان خلطوهم تنضيفوا واحد زوج معالق كبار ديالنشا وتنزيدو نخلطو المكونات كاملين باش يخطر لنا العاجين باش يخطر لنا اعتادر الخالط ويبلي بحال الكريمة فهنا غادي نديروهم فوق البوطة مع التحريك جيدا حتى كنحصلو على واحد الكريمة ان شاء الله ونرجعو هنا كما كتشوفوا من بعد ما طبخات لنا مزيان هنا غادي نضيفوا واحد شوية ديال الزبدة باش هاكا تحافظ لنا على السلاسة ديال هاد الكريمة هادي وما تحببش لنا نهائيا تنخلطوها من بعد ما كدو بديك الزبدة مزيان تناخدو واحد زلافة فين غادي نوضعو الخالط باش كي يبرد ضروري حتى تبرد باش كتزيد تعقيد باش غادي نخدمو بها ان شاء الله هاد البريوش ديالنا هنا باش مما بغيتو يكون صفر مزيان باش مما كتكتروا الحامض وباش مما كترتو الحامض باش مما كتضيفو نشا باش نكونوا مفاهمين باش مزدو اي حاجة سائلة خستكم ضروري تزيدو نشا هنا كنخلي واتد فا شوية ومن بعد كنغطيوها ونحاولو انا نخويوها من الهواء الداخل باش ما تديرش لنا الجلدة من الفوق وغادي نحطاها في تلاجة باش تبرد بين ما ان شاء الله كملت تحضير ديال البريوش ديالي هنا ما شاء الله كمشتو العجينة ديالنا ها هي ضاعف الحجم ديال هات قريبا ثلاثة ديال المرات فعنا غادي نحيدو ذاك البلاستيك الغذائي وغان بدور ان شاء الله بالخدمة بالنسبة الاخوات اللي غاي سولوني القياس ديال البريوش بالنسبة البريوش الكبير او للعادي ونا نقول لكم انا بحل القرص ماتلا الكبير كان ديرو 60 جرام او بالنسبة الصغير كان ديرو 30 جرام صافي كان عبرو 60 جرام في الكبير لا بغينا نديرو الكبار ولا بغينا نديرو الصغير تنديرو 30 جرام فهنا انا ما غاستعملش الميزان انا قلت لكم انتوما هكا باش تستعملوا الميزان احزن فهادو درت انا ديال 60 جرام وهما اللي غادي ندير دابا بالنسبة اللي غاي سولني على تمل بيع البنات انا شخصيا هاد البريوش هذا كنت كان بيعو بجوش دراهم ولكن دابا كل شي تزاد دابا كل شي تزاد غادي ولي تقريبا ثلاثة ديال دراهم باش غادي تباع فهذا هو الثامن بالنسبة البريوش الصغير درهم ونص درهم ونص حتى الدرهم صغير فلان الحشوة اولا لانا لاصوس اللي استعملنا اقتصادية ماشي لاصوس اللي كيكون فيها الحليب فهنا كنستفو القريسات ديالنا كماشتو ذا كل النخالة كتبان عليهم كي تبان فيها النخالة ورا كيكونوا لدادة البنات فهنا غادي نوضعوهم وواحد الحاجة نقولها لكم انا ملي كنت كان عندي المحل كنت كان خدموهم هاكا وبالطاوة وتنخشيهم في الصباح ملي كان نود كان نجبد الطاوة مغطية اللي نغطيها بلاستيك غذائي تنجبدها وتنخلها حتى كتخمر وكندخلها كالطاوة وكندخلها كالطاوة احتها بضبهم المجمد هاكا خضرين تلغط ليه وتجبدوهم يخمرهم مزيان عاد باش تخدمو بهم ولكن اهم شيء ما يدخلهم شلي هو هنا خديت صفر البيض جوج لي غادي يكفيوني خديت صفر البيض كنحركو مزيان مزيان باش هاكا كيولي عندي واحد الخالي تسائل وكندهنو القريسات ديالي كما كتشوفو كندهنو مزيان 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 من الجوانب باش كيعطيوني واحد اللون موحد كندهنهم كاملين كندون هنا عطيتكم قعل حاجة اللي تبغيو انكم تعرفوها كنتفكر واش كيينة شي حاجة اخرى ما كينش دونك هاد شي اللي تقدرو 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 تديروهم سامبل بلا ما تزوقوهم الزوق اللي غادي نزوقهم أنا من الفوق ولكن الصراحة كيعجبو الكليين بدك الزوق كيعجبوهم وتيجيو حتى بنا فهنا غادي ناخدو واحد السكين اللي كيكون حاد وكنحاولو اننا نشرطوهم هاكا من الجوانب كنديرو ثلاثة ديال الشرطات ولا جوج على حسب انتمو وانا كتكندير صراحة ثلاثة فهنا اليوم غادي لكم غاجوج جوج في الجنب كنحاولو ان السكين يكون ماضي وكننصيبو الخبيزة ديالنا كاملين كنشرطوهم ان شاء الله حتى كنكملوهم حتى كنكملوهم من بعد هنا سنزينوهم شوية ديال زنجلان استعملت هنا زنجلان بيض تقدروا تديروا زنجلان عادي وتقدروا تديروا الكوكا ولا اللوز ولا الكوك اي حاجة تقدروا تديروها اللي بغا تدير الكوك تخليه حتى كيطيبوك الدهنهم بعدها باجتديرو دونك هنا دهنتهم ونخليوهم كيختامروا حتى يخمروهم زيان لمدة نص ساعة ونرجعو من بعد ما خمر البريوش كيما اشتدوك الفتحات اللي فتحناهم تتحلو ساهمة بزيان الكومبلي باقي باين مزيان فهنا كنديرو ذاك الخالط ديالنا في البلاستيكا ولا فبوش وكنحاولو نخلطوهم زيان باش ما يجيش محبب وكان بدون نزينو به شوفوا اخواتي تقدروا تزينو حتى بلا كخيم باتيسيا صافي تقدروا تزينو بها وتقدروا تزينو بهاد السلسلة اللي حدرت معاكم انا اليوم اليك تكون اقتصادية انا بغيت نشارك معاكم هذا كتكون اقتصادية كتكنختار بSiه البيسبوسة لاندية البسبوسة كتجون بيضة فبهادي كتكون اقتصادية ولسا evangelize السلسلة مشاعدة يتأتي لو كتكون عيونما اكيديเان 2018 n بشرين مختلف باش نشاركها معاكم بهاد السلسلة الكرامة بهاد السلسلة اللي تقدرو انکم تبيعوها وتربحوه فيها واحد من نقطه بالنسبة لاخوات لا يقولوني واش على لي كوموند انا لم نبقيتش نخدم لي كوموند راعدة باركة نفيد الأخوات فقط ما كان نخدمهمش الآن فإلى فتغل الأخوات وخدموها أحسن حاجة هي هذه فهنا من بعد ما غادي نكمل غادي نشعل الفران مية وستين مية وسبعين درجة وندخلوهم يطيبو على خاطرهم ونخدمو الفرفارة إلى شعلنا الفران ديال نخدمو الفرفارة درنا ديال نشعلو عليهم غير من التحت ناقصين خليوهم تكي تنفخونها بطهب شوفوا شوفوا البريوش كيفش كيجي خاطر 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 وانش مش شو كد نجمعوه بونج بونج صافي شي حاجة زوينة والأهم المضاق ديالو كيجي غزال اللون ديالو كذلك غزال كانت من الفيديو يعجبكم وبسلام عليكم